اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية البشرية وزير الصحة والسكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية ويشمل عددا كبيرا من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل وذلك بطريقة تكملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص بهدف استفادة جميع فئات المواطنين من مختلف الأعمار من مورد الدولة بعدالة وفعلية وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة مشددا على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها ومؤكدا تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية لتحقيق مستهدفات المبادرة وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا التطورات في ملف قطاع الصحة ومن ضمنها تطوير معهد ناصر مدينة نيل الطبية ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر وتطوير مركز أورام دار السلام هيرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسي يصبح مركز تميز إقليمي فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير سلاتين مستشفى وخمسمائة وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل وهي محافظة دمياط والمينيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح وفي ذات الإطار استعرض السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية التي تسهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك بما تتميز به من كفاءة استعابية ضخمة ذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانات الطبية والبشرية رفيعة المستوى كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشركة مع القطاع الخاص وما تدرس الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشأة القائمة والجديدة فضلا عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة تأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية شهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمة الطبية خاصة مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى سكينة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العالمين الجديدة وصرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخنكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية وإنشاء مراكز طبية لإقامة ممتدة للمرضى وكبارس وذوي الاحتياجات الخاصة أشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وجه سيادته الحكومة بضم ثمانية ونصف مليون منتفع من تكافل وكرمة والعمالة غير المنتظمة في قطعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي وذلك بتكلفة عشرة مليارات جنيه سنوياً مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة موسيقى